مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على سياسات برنامج حساب المواطن كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن والبدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض المنتجات المرتبطة بالطاقة وسيضم برنامج حساب المواطن جميع برامج الدعم الحكومي معنا من الرياض نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس السورة السعودي الدكتور فاد بن جمعة دكتور فاد أهلا بك لأسكاينيوز عربية من خلال المؤتمر الصحفي امتنع الوزير وعدد من المسؤولين في الوزارة الحديث عن تحديد القيمة العليا والدنيا لمقدار الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن هل هناك رقم تقديري من خلالك دكتور فاد لهذه القيمة أنا أتوقع أن مساء الخير أولا وأنا أتوقع أن يكون الرقم في نطاق الدعم الذي سوف ترفع به الأسعار أو سوف يرفع من الأسعار فعندما تحسبها في المحاسبات الدعم والارتفاع الأسعار أنا أتوقع أن في إطار الأعلى في نطاق الفين ريال والأقل في حدود ستمية ريال أتوقع يعني العمل كبير بحسب نعم العمل كبير يبدأ الأسبوع المقبل بحسب الوزير في خلال مؤتمر الصحفي الحديث عن حديث أو حساب المواطن أبرز الملامح الرئيسية دكتور فهد لهذا الحساب والمستفيدين منه نعم أولا علينا أن نفهم لماذا حساب المواطن بدلا من أن يكون الدعم شيء غير ملموس أو محسوب في الأسعار يعني أن الأسعار مثلا الطاقة البنزينة أو غيرها أو الكهرباء أن يكون منخفضة الآن هذا الفرق الدعم الفرق بين السعر الآن والدعم الذي تم إزالته سوف يكون بطريقة أخرى سوف يسلم للفئات المحتاجة لهذا أو أصحاب الدخل المتوسط وأقل وخاصة الفئات التي دخلها محدود بيكون في شكل سيولة نقدية فهذا النقد سوف يسلم لها أولى الأسرة والفئات وهذا في عوامل كثيرة هذا سوف يشجع أولا يشجعهم على الاحتفاظ بجزء من هذا المبلغ مما يجعلهم يرشدون لاستعمال الطاقة وأيضا رفع الكفاءة الأدوات المنزلية وغيرها وأيضا حتى قيادة سيارة قد تكون المشاوير أقل من أجل أن يكون هناك توفير من هذه النقدية فعندما تكون النقدية في يد صاحب الأسرة والمستحق لها سوف يحرص أن يحافظ على جزء من هذه النقدية أيضا هذا سوف يغطي ما يقارب ثلاثة ملايين وسبعمائة أسرة أي بمجمال عدد الأفراد يصل إلى ثلاثة عشر مليون فرد وأيضا هذا الحساب المواطنة أو حساب النقدية سوف يكون مبني على معادلة معادلة يدخل فيها المتغيرات ماذا نعني بالمتغيرات؟ سواء متغيرات تتعلق بالأسرة أو متغيرات تتعلق بالأسعار أو حتى أسعار النقد وإرادات الدولة فهذه محسوبة في معادلة تؤدي إلى تحديد الدعم المطلوب لهذه الأسرة أو الفئات أعلن أنه يحق لأي مستفيد الاعتراض لدى لجنة خاصة بالاعتراضات على مقدار الدعم فيما لو كان يعتقد المستفيد أنه أقل من المطلوب كيف يمكن ضبط هذه الآلية دكتور فهد في ظل هذا العدد الكبير 13 مليون مستفيد؟ عندما من السهل أنت تقدم كمواطن لماذا تعتقد أن هذا الدعم الذي تتلقى أنه أقل مما تستحقه؟ فأنت تشرح لماذا؟ ما هو السبب؟ فهذه المعلومات عندما ينظر لها المشرفين على حساب المواطن سوف ينظرون لهذه المتغيرات هل هذه فعلا المتغيرات سوف تؤدي إلى زيادة الدعم لهذا الشخص أم لا؟ وهذا يعني بعد صياغة هذا البرنامج وعمل المعادلة حتى المحاسبة التي يستطيع الشخص أن يقيم الدعم على حسب دخله وعدد أفراده هو يعرف فعلا هل الفرق ملحوظ أو فرق بسيط فأنا أعتقد أنه ليس من الصعوبة أن يتم التدقيق في هذا الرقم بعد أنه أصبح جاهز وكمبيوترائز ويعني لا أرى في أي مشكلة فيها محددات أهلية الشخص المستحق كيف يمكن تنظيم هذه المسألة باختصار دكتور فعد؟ أولا من أهم العوامل دخل الفرد عدد أفراد العائلة أعمارهم وهذه المعلومات عندما يدخلها الشخص هي مرتبطة بالجهات الحكومية الأخرى يعني للتأكد أن هناك ما في تعارض ما في معلومات أخرى سواء أقل أو أكثر فالارتباط الإلكتروني بين لدارات الحكومة والأجهزة الحكومة والمعلومات التي يغذيها الشخص هي يصبح الدخل العامل الأساسي وحجم الأسرة وعدد أفرادها وأعمارها هو العامل الأساسي في تحديد هذا الدعم للأسرة أو الشخص المستقل إلى أي درجة بالفعل في رأيك حساب المواطن هذه المبادرة ممكن أن تواجه التغير التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة في المملكة العربية السعودية أمام المواطنين والمستفيدين بشكل عام باختصار؟ نعم هذه سوى تواجه المتغيرات عندما يرتفع الأسعار بعد عام 2019 أو 2020 هذا المتغير سوف يدخل في المعادلة وأيضا ينظر هل العائلة أو الأسرة تغير دخلها تحسن تطور عدد الحجم العائلة زاد نقص كل هذه العوابل هي متغيرات يعني يتم إدخالها في هذه المعادلة وكمدخلات ثم يظهر لنا المخرج وهو المخرج هذا هو الذي يحدد قيمة الدعم لهذا المواطن أشكرك دكتور فهد بن جمع رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر